موسيقى ماذا بك يا صفيابي؟ لماذا لا تعاوننا؟ أنا متعب من كثرة الدروس والامتحانات هذا عملك يا بني تلقي العلم وهو عمل بسيط لا يرهق البدن لا أعترض على تلقي العلم إنما أعترض على تلك الامتحانات الامتحان ضرورة وإلا كيف تعرف أنك استوعبت الدرس كلمة ثقة بيني وبين المعلم هكذا؟ أخي معه حق يا جدي الامتحانات أسخف شيء في الدنيا ليتها تلغى تماما يا أحبتي هذه الدنيا كلها امتحان امتحان من الله تعالى لخلقه الله يمتحننا بالفقر والغنى بالصحة والمرض بالعطاء والمنع الحياة امتحان سيد مفتاح نعم هل انتهيت من هل الامتحان؟ لا ليس بعد لقد أخذت وقتا طويلا أكثر مما يجب ولكنني حتما سأصل إلى هدفي وأعرف كل شيء أرجو ذلك لماذا تنظر من النافذة كثيرا يا سيد جوغا؟ هل تنتظر رسالة طائرة تأتي من السماء؟ رسالة طائرة؟ ركز في الوركة التي أمامك بل أركز تفكيري فيك أنت سيدي الأمير التصويب بالسهام أكثر دقة وأليق بسموك شش صمتا لا تزعج الطير أمرك يا سيدي أسرع وأحضر الصيدة إلي هذه الحمامة في قدمها شيء عجيب دعها لي وانصرف أنت أمرك يا سيدي هذا أمر لا ينبغي السكوت علي هل أنت متأكد يا سيدي الأمير أنك استططت هذه الرسالة اليوم؟ ماذا؟ أقصد استطط الحمامة التي تحمل هذه الرسالة اليوم؟ نعم اليوم منذ برهة قصيرة كيف؟ لقد كنت أراقب المعلم جوجة طوال الوقت ولم يبعد عن عيني لحظة واحدة إذن ليس هو المتهم؟ كل هذا الوقت ولم تصل إلى نتيجة يا صاحب الشرطة إنني أبحث يا سيدي وأبذل قصار جهدي والله العظيم لا أريدك أن تقسم أريد نتيجة لعملك بالطبع بالطبع إن شاء الله كن مطمئن يا مولاي أمامك ثلاثة أيام فقط إما أن تنجح في حل هذه القضية أو أعزلك من عملك لا أرجوك إن شاء الله أستأذن مولاي يا حضرة القاضي نحتاج إلى عقلك وحكمتك في هذا الظرف الحرج أرجوك أن تعيننا ثلاثة أيام يا له من امتحان صعب الرسالة الجديدة والقديمة من نفس نوع الورق وخط الكتابة واحد وإذا فشلت في المهمة أعزل من منصبي أصمت قليلاً لا تشتت أفكاري الجاسوس لم ينتبه إلى أننا أمسكنا رسالته الأولى ولم يأخذ حضره بعد أليس كذلك؟ مفتاح لماذا لا تجيبني؟ أنت أمرتني بالصمت عليك أن تجهد عقلك في التفكير معي حسناً ولكني جائع سأبعث زرزور يشتري لنا شيئاً من الطعام كنت أقول إن الجاسوس لم يأخذ حضره منه نعم وما فائدة هذا؟ سنعالج طير الحمام الجريح ونطلقه في الجو ثم نرى في أي مكان يستقر ها؟ يا لها من فكرة عبقرية لقد فتحت شهياتي إلى الطعام أين زرزور؟ أين كنت كل هذا الوقت يا أبي؟ مع صاحب الشرطة ندرس قضية من القضايا أنت أيضاً تدرس يا جدي؟ نعم يا حبيبتي وأتعلم في كل يوم شيئاً جديداً المهم أن لا يكون في هذا التعليم امتحانات كيف يا بني؟ هناك آية في القرآن تذكر الذين امتحن الله قلوبهم بالإيمان وهناك آية في سورة العنكبوت أتحجب كلما سمعتها ماذا تقول تلك الآية يا سلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم نعم يجب أن يمتحن الإنسان ويتعرض للفتنة حتى يعرف حقيقة نفسه هل هذه الآية قصة يا جدي؟ لها قصة عجيبة يا بنيتي ارويها لنا يا جدي حسناً سأخبركم بها حتى تعرفوا صعوبة الامتحانات التي تعرض لها أجدادنا الصالحون كان المسلمون البوائل لا يجاهرون بدينهم وهم أصحاب الحق بينما كان أصحاب الباطل من سادة قريش يرفعون أصواتهم لقد زاد الأمر عن حده أنا أفهم أن يدخل الضعفاء والعبيد في دين محمد لكن كيف يدخل في دينه إخواتكم يا سادة قريش؟ هدئ من روعك يا أبا الحكم لن أهدأ لن أهدأ حتى نقضي على تلك الدعوة بمن فيها يا حارث لا تنسى أن بعض من فيها إخوتنا وما ذنبنا أنك لم تحسن تربية أخيك عمر بن العرص ليس هشام وحده من دخل في الإسلام يا أخي هناك الوليد شقيق خالد بن الوليد وأخوكما أنتما أيضاً ها؟ ماذا تقول؟ نعم أخوك من أمك عياش بن أبي ربيعة آمن بمحمد مع أوائل المسلمين لا أصدق ما أسمع أخي عياش ينضم إلى السفهاء الذين يطلقون عليه لقب أبي جهل هشام هشام السلام عليك يا أخي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته خفت أن لا تقدر على المجيء يا عياش الحمد لله أظنهم لم ينتبهوا لإسلامي بعد أواثق أنت؟ نعم لم أبلغ إلا أمي ولا أظنها تفضحني أو تعرضني للإذاء لا تنسى أنها ما زالت على الشرك لا تؤخذني هذه هي الحقيقة للأسف المهم كيف سنهرب من مكة؟ لقد اتفقت مع أخينا عمر بن الخطاب على أن نهاجر نحن الثلاثة معاً إن شاء الله متى؟ وكيف؟ سأخرج في فجر الغد ونلتقي عند غادير بني غفار وإذا لم أتمكن من مغافلتهم؟ قال لي عمر بن الخطاب من يتخلف عن الحضور فقط حبس وعلى صاحبيه أن يمضي ويتركه ما هذا؟ من أنتم؟ هل عرفتني الآن؟ أخي عمر كنت أتريض قليلاً و... هل يدعوك دينك للكذب؟ لا والله أستغفر الله العظيم إلى أين كنت ذاهباً؟ أفر منكم بديني وأخرتي لا أريد منكم شيئاً قل لي إلى أين كنت ذاهباً؟ نجي بدنك يا أخي من نار جهنم النار ستنالها الآن إن لم تتكلم كنت ذاهباً إلى يسرب ها هو عياش وجدناه أخيراً على مشارف يثرب هيا انتظر إن المسافر معه فوق الناقة هو عمر بن الخطاب يا للحظ السيء إن عشرة رجال لا يستطيعون مواجهة ابن الخطاب وحده ما العمل؟ ليس أمامنا إلا الحيلة يا أبا الحكم يا عياش لماذا فعلت ذلك؟ أهكذا تخرج من دارك خلصة؟ أتخاف أحداً وأنت سيد قومك ومن ينال منك في وجودنا؟ لقد أخذت قراري وانتهى الأمر سأهاجر إلى الله ورسوله أمك المسكينة قد نظرت أن لا يمس رأسها مست حتى تراك أمي؟ بل وأقسمت أن لا تستظل من الشمس حتى تراك ويلي ويلي إذا كنت السبب فيها لك أمي قال له عمر بن الخطاب يا عياش إن هؤلاء القوم يكذبون ليفتموك عن دينك فاحذرهم لم تسمع ما قاله أخي الأكبر لقد أقسمت أمك يا عياش قال عمر بن الخطاب والله لو آذ القمل رأس أمك لم تشطت ولو اشتد عليها حر مكة لستظلت سامحني يا ابن الخطاب علي أن أبرق قسم أمي لقد أوصان الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمهات خيرا كما أن لي مالا هناك سأعود وأخذه قال ابن الخطاب والله إنك لتعلم أني لمن أكثر أهل قريش المال فلك نصف مالي ولا تذهب معهما شكرا لك يا ابن الخطاب ولكنهما أخواي ولن يؤذياني أبدا فاطمئن هبط عمر بن الخطاب عن ناقته وقال خذ ناقتي هذه فإنها سريعة وطيعة إلزم ظهرها وإن رأيت من القوم ما يريب أنجو عليها لقد كدت أهلك من ركوب هذه الدابة البطيئة كنت أود يا إخي أن أعيرك حصان لولا علمي أنه حصان أحمق يسرع من تلقاء نفسي ويسقط راكبه أحياناً هيا نسرع أريد أن أطمئن على أمي كيف أسرع أنا بهذه الدابة؟ رفقاً بها يا إخي لا أراها بهذا السوء لأنك شاب وقوي تتحمل الصفر أكثر مني آه آه لو كنت أركب ناقة مريحة مثل التي تركبها أنت إنها ليست ناقتي لقد أعارها لي عمر بن الخطاب كما رأيت بل أهداها لك إن عمر شديد الثراء ولن يسأل عن ناقة أعطاها لصديق لو أنك تسمح لي بالركوبها بعض الوقت حتى أريح جسد المتعب بكل سرور يا أبا الحكم تفضل سأعين أبا الحكم على الصعود تعال ماذا تفعلان تركاني تركني يا أبا الحكم أعكم القيد يا حارث ها قد انتهيت احمله معي لنضعه فوق الدب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله الرحيم لماذا لم يستمع عياش لنصيحة صاحبه عمر بن الخطاب معك حق يا صفاء لقد أخطأ عندما وضع ثقته في من لا يستحق لكنهم كانوا إخوته وأهله يا جدي هؤلاء الإخوة والأهل كانوا يعذبون من يخرج عن دينهم حتى من أهلهم هي فتنة بالفعل ترى من الذي جرى لعياش بعد ذلك هل قتلوا إخواته الكفار يا جدي؟ أم ترفقوا به وسامحوه؟ هدث شيء آخر يختلف عن كل هذه التوقعات ماذا جرى يا أبي؟ هذا آمر يطول شرحه أكمل لكم القصة في الغد إن شاء الله اشتركوا في القناة